اهلا وسهلا فيكم لقائبي اتجدد معكم مشاهدينا من خلال برنامجنا خبرياتنا بلا حدود بعدنا منسلط الضوء على اجمل اللقطات بين المشتركين ولجنة التحكيم في برنامج نجوم بلا حدود في موسمه الثاني وبتشوفوا معي كمان شو بصير وراء الكواليس طبعا بطريقتنا الاخذ بنصيحة الغير او بنصيحة احد المختصين هاد شي لا يدل على ضعف او عدم الثقة بالنفس بالعكس تماما الثقة بالنفس لزيادة بتخلينا نقع بالاخطاء وهذا الشي بيؤدي للغرور لما الواحد يفكر انه قادر على حل كل المواقف بشكل صحيح بالمجمل الغرور رح يتسرب لداخله رحكون المستشرة تبعيدكم بالبرنامج من اوله لاخره فانا كل يوم معكم صراحة انا متعودة انه لما بشتغل بشتغل لوحدي يعني ما كتير بحب اخد بقراء العالم انه فيني اعمل انه انا البدية وشي يعبر عني انا شخصيا جاهزين للتحدي تبع هذا الأسبوع؟ جاهزين يوم المرأة العالمي صراحة انا كنت عارفة انه هذا التحدي لانه المرأة هي نصف المجتمع دائما في استيريو تايب انه الانسان اللي بيشتغل بالميكوب وبيشتغل بالاشياء الخاصة بالمرأة هو حدا مافي يمكن هلأ صاروا يعرفوا شوي شوي انه لا مو كل حدا بيحب الاشياء اللي بيشتغلها حاله التحدي اللي كبير بالنسبة لقلي هلأ ما هو انه فكر بي فكرة هو انه اختار الفكرة الصحيحة من الافكار اللي عندي اياها الواحد لما يكون هو عارف حاله وشو امكانياته ما ناتا قدر يوصل ماريليين موصلت لمطرح ما هي اليوم ان كان بهالبرنامج او بحياتي العادية لاني بعمري ناصسة شخص اخر انا المنافس الوحيد لنفسي ماريليين تعرف ان انا انا بيك فان الفيديوز بيعتك زي اللقنا بس المرة دي اي مناطا فان بحس انو الفيديو ممكن يكون احسن من هيك انا يمكن مثل يارا حسيت شوي المود كله حسيت شوي كبرنامج صباحي بس حسيتها مش مشي النهاردة مع ثيم فشوي كنت متوقعة منيك اكتر سبعة سبعة وثلاثين ماريليين تمينة وثلاثين عفوان تمينة وثلاثين شكرا ماريليين ليش عم تعجموني وانا عم بعمل هدا الشي كرمالكن كرمالكن انا من الافضل حمد الله لهلا بعيد الشر خمسة 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 لا بيهم مني ابدا منهم إهياني أكون حلوف عنهم ولا بيهم مني ابدا منهم إهياني أكون حلوف عنهم لا كلامهم يشغلني ولا يوم حيغيرني لا كلامهم يشغلني ولا يوم حيغيرني إني أتنفس تحت الماء إني أغرق 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 إني أغرق إني أغرق أغرق الطريقة اللي بقدم فيها والطريقة اللي بتصرف فيها والطريقة صوتي لازم يكونوا مججانسين في أنت مفكرة حالي أنه أنا صوتي زابيت وكله منيح بس أباينتي كل إنسان بيتعلم مارلين من المشتركين المبدعين ومن أول ما دخلت البرنامج دائما في تطور مستمر وعارفة شو بدها وبكل تحدي بتقدم أفضل ما عندها بس حلو الواحد يستشير مش غلط على فكرة هيدا رأيي أنا لأنه أنا هيك هدا اللي كان يوصلني من كل فيديوهاتك صح بنروح فاصل ومنتابع سواه في ناس بكون عندهم مواهب كتير بيمارسوها وبطوروها بس المواهب المدفونة اللي ما بكونوا عارفينها لازم نسلط الضوء عليها واحد من المشتركين عندهم موهبة وبعده لهلأ ما اكتشف موهبته موهبت الفويس أوفر والتقديم ما كان فيه في السعودية أحد يتكلم عن المواضيع العلمية أو الفيزيائية باللغة العربية الفيزياء هي أساس العلوم كلها ولكن الفيزياء الحال مش مفيدة بدون تطبيق حتى كمان مملة شكلها حقيقي واقع بس هي ما تعني أي شيء في الواقع ممكن أنتم مش فاهمين إيش بقول الآن ولكن لما نشوف الفيديو راح تفهمهم هيكون فيه معلومة راح أقولها في دالفيديو شي كده جديد يتعلوه الفيزيائي حققوا 4 تليون درجة مقوية في صدق المجيزيات توقعوا من ديماج فالموضوع بسيط الفيزياء دائما تسبق الهندسة في الاكتشاف وتسرق كل الانتباه ولكن بدون المهندسين ما حتكون عندك لمبة بل مجرد أوراق معدلات ممكن عشان تولعهم وتدفق بيهم ولا يا زاهد عندك حنجرة ذهبية ولازم تطور هذه الموهبة بركي منعمله بطريقة شوي أبسط فإنك تبسطها هي دي التركة بتاعتك المفتاح عشان أنجح هو أني أبسط الفيديوهات تبعي وبالبرايم الخامس كان فيه مشاحنات بين كارلا ووائل وكارلا اجت على وائل كتير وكان من المفروض انها تراضيه ووائل زعل كتير فكارلا رادته بس بطريقتها لكن واوا بوس mau خلّ الواواي كارلا غنت بوس الواوا ومن المفروض أنه هو اللي زعلان فكانت الغنية أبداً مش بمحلها المهم بعدما غنت وقلدت هايفا واهبي سألنا هايفا شو كان رأيها بالموضوع أول شيء هذا الموضوع أنا يمكن أنه عند رأيكي شخصي هذي حرية شخصية وهذور الأشخاص عبروا عن شيء بحكم نعم سيارة العالم تتركهم بحالهم نعم بنروح فاصل ومنتابع سوا وصلنا مشاهدينا لفقرة التعليقات وفيه عندنا ليلو محمد بتقول محمود كان شغله مرتب عرف يجذب المشاهدين ويوضح معالم البلد بطريقة كتير حلوة وعنده منال ستارز بتقول سارة انتي أجمل وأروع واحدة فيهم لحظة صمت سارة وبس سارة المشاركة عن فئة بلوغرز غادرت البرنامج للأسف وكانت من المشتركين المشتهدين كتير اللي كانوا عم يتطوروا على طول وكانت كتير قريبة من كل المشتركين وعنا شخصيا من متابعة اليوميات حسيت قدي إنها قريبة على القلب كل توفيق إليك يا سارة وبنحبك كتير ومنروح لاملك يونس بتقول بالتوفيق إليك يا زاهد والله يا ملك شكلك من محبي العلوم الفيزيائية واضح وبدي أوجه تحية كبيرة لاليلو محمود على تعليقاتها كانت بشكل مفصل ما شاء الله أنا حصيتها إنه عن جد واحدة من الحكام وهذا كان واحد من تعليقاتها لاليلو بصراحة حبيت الكل وكل واحد كان عنده طابعه الخاص اللي بيحاول بيشتغل عليه آية بتقول فكرة البرنامج كتير حلوة وجديدة وفيه قصص متكرة والمتصابقة جينان أبدعت عن جد كتبة خمس صفات عن سوريا وجمعت كل شي حلو بسوريا خمس صفات أكيد إبداع وآية ما تنسي إنه جينان شاعرة ومرهفة تلحس وكل واحد من المشتركين هو سفير لبلدور حيقدمها بأحلى صورة وصلنا لآخر حلقتنا لليوم مشاهدينا كنت معكم لوريس حراني استنوني بكرة بحلقة جديدة ومواقف أحلى صبحوا على ألف خير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة